انفراجة جديدة توحد صفوف حزب تقدم عودة نواب للحزب بعد انشقاق دام لمدة عام جاءت بحسب خبراء لتقرب المسافة أكثر من الاستمرار بتماسك الحزب الأكثر انتشاراً بين الأحزاب السياسية السنية في العراق البيان الذي أعلن فيه نواب عن عودتهم للحزب حمل عنوين براقة في إطار التمسك بثوابت ومبادئ تقدم سيما بالتجديد على موقف تقديم المصالح العليا لتقدم على أي خلافات سابقة والتوجه إلى توحيد المسار وتجاوز أي هفوات تنظيمية حصلت في الماضي تلك الخطوة ترجح كفة الاهتمام بمصلحة وقضية الحزب التي تعالج التطلعات المحافظات التي يعمل من أجل تطورها كما أن قرار توحيد الكلمة وشعار أولوية الحزب والقضية فوق الخلافات أكد خبراء العمل السياسي أنه يعمل على تمتين صفوف الحزب وفق أليات جديدة لمواجهة التحديات وسيل الاستهداف المتكرر لمسيرة تقدم وهو ما أكده نواب في بيان عودتهم دلالات العمل بروح الفريق من أجل تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والسعي قدما لرأب أي صدع من شأنه على القالة الجهود المنجزة سابقا كل هذا يؤيد مراقبون أنه يصب في سبيل سير حزب تقدم في حل الأزمة البرلمانية من جهة والوقوف بوجه أية محاولات لإحباط عمل الحزب السياسي والوطني من جهة أخرى